تحياتي وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رصد خبري باريس سان جيرمان فاجأنا جميعا بإيقالة تخيط من حيث التوقيت على الأقل والآن العيون كلها نحو ماوديسيو بوكتينو مدرب تتنهام السابق لاعب باريس سان جيرمان السابق صحف عديدة حاولت رصد معالم النادي الفرنسي المتوقع تحت قيادة المدرب الأرجنتيني وهون بلخ صلكم اللي وجدته في ملاحظات إعلامية عالمية حول الوضع المتوقع مع إضافة تعليقات بسيطة من طرفي في سوق الانتقالات يبدو باريس سان جيرمان في طريقه لإعادة جمع بوكتينو مع لعبيه السابقين ديلي آلي من تتنهام كريستين إيركسن من الإنتر لم يتضح بعد طريقة الحصول على الإسمين في ظل جائحة كورونا لكن على الأغلب حنشوف إعارة مع شراء في وقت لاحق وهذا معناه تعزيز خيارات الأرجنتيني الفنية في خط الوسط بشكل أفضل من الوضع الحالي صحيفة لكيب قدمت تقرير كبير عن تحديات بوكتينو وقالت التحدي البدني أبرزها فالفريق مرهق منذ مطلع الموسم كما قاله ضعيف الحافز بعد خسارة النهائي الأوروبي أمام بايرمينة هذه الحالة طبعا مر فيها بوكتينو بعد ما خسر مع توتنها من نهائي دور الأبطال أمام باربول لذلك علي إيجاد حل عاجل لهذه المسألة أما التحدي الثاني والمهم الثاني اللي بوكتينو مشغول فيها حتكون بشكل الفريق وشخصيته فهناك إجماع في الإعلام الفرنسي إنه أهم مشاكلته خير مع إدارته كانت بسبب عدم إعطاء الفريق بسلوب ثابت ولا شخصية معروفة كانت كثير التغييرات وكثير التدبط ومن المتوقع أن يصبح فريق سان جيرمان مع بوكتينو أكثر جماعيا فهو أدار نجوم مميزين في الماضي مثل هي هاريكين وهي أونغ مين لكنه أبقى الفريق جماعي حولهم دون المبالغة بالاعتماد على حلول الثناعي الخارق هذه الحالة قد تخفف الضغط على نايمارو وإنبابي لكن فيها مخاطرة أن يشعر أي منهما بالتهميش وهذا تحدي مهم أمام بوكتينو وحسب وصف عدة صحف فهناك تحدي سياسي ينتظر بوكتينو وهو ضمان التوازن بالعلاقة ما بينه وما بين المدير الرياضي ليناردو وهذا الشي يقال من السبب إقالة توخيل الحقيق ومن توازن هذه العلاقة أنك تخلي ليناردو يشعر أنه مسموع الرأي وكلمته واصلة لكن دون ما تخليه يتدخل كثير بالطريق ودون ما يتحكم بشكل مطلق في سوق الانتقالات تحدي آخر لافت ذكر موقع جول بنسخة الإنجليزية بتعلق بمواجهة برشلونة الأوروبية مواجهة فيها ثقر واستعادة هيبة بعد السقوط المروض برمونتادة 6-1 السقوط من جديد على أغلب حيفقة بوكتينو حالة التفاؤل السائدة بوصوله رغم أنه مش مطالب يجيب لقب الأبطال من أول موسم لكنه مطالب باجتياز برشلونة على الأقل لأنه برشلونة أيضا بعيش وضع سيء للغاية أما التحدي الأخير فحسب ما يشاء داخل أروقة مقربة من صنع القرار في باريس سان جيرمان ومعلومات عم تصني بشكل مستمر أنه هناك رغبة بتخفيف الاعتماد على شراء اللاعبين الجاهزين خصوصا أنه باريس سان جيرمان بيلعب في فرنسا فرنسا البلد الأكثر وفرة للمواهب هذه الأيام بشكل أنه أصعب شيء أمام مدرب فرنسا أنه يختار تشكيلته من الكثر ما عنده خيارات في كل المركز فباستثناء كولين داكبة لم ينجح تخيل بدمج أي موهبة فرنسية شاب بالفريق الأول ويصير لاعب شبه أساسي هذا اختبار نجح فيه بوكتينو كثير مع توتنهام من قبل اعتياج بوكتينو على بخل توتنهام بين خوسين أو إدارة توتنهام خليه متعود يعطي لاعب شاب فرصة يطوره ويخليه جزء من الفريق الأساسي هذه التحديات هذه معالب باريس سان جيرمان مع بوكتينو شو توقعاتكم لهذا الفريق تحت قيادة الأرجنتيني اللي بيبحث عن ألقاب كما يبحث سان جيرمان معه عن لقب بدور علي من سنين دوري أقطال أوروبا اشتركوا في القناة